هدى من السعودية تسأل عن حديث بسم الله بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا تسأل عن صحة الحديث وعن كيفية العلاج في مثل هذا الحال أختي هدى بارك الله فيك الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من ريقه الشريف ويضعه على التراب ثم يضعه على موضع الألم أو حول موضع الألم ويقول بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا يعني مثلا إذا كان عندك ألم في اليد تضعين تبللي ريقك على التراب ثم تضعين حول الألم حول الجرحة وحول الألم أو في الرأس مثلا أو في الرجل مثلا وتقولين هذا الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا طبعا هذا الحديث أولا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام العلماء اختلفوا في حاجتين الحاجة الأولى هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم هو عام للأمة قولا من أهل العلم قال بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن ريق النبي عليه الصلاة والسلام مما يتبرك به كان الصحابة يتبركون بريق النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال أصحاب هذا القول بأنه لا يعدى إلى غيره والقول الثاني وهو الراجح أن هذا عام لأن النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب له يعم الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس ذلك فإذا يكون عام وليس خاص كل واحد بريقه الثاني مسألة ثانية هل هذا خاص بطربة المدينة أو عام بكل تربة من أهل العلم من قال هذا خاص بطربة المدينة وعلى هذا مجموعة من أهل العلم والقول الثاني وهو الراجح أن هذا عام في كل تربة محصلة الكلام في هذه المسألة أن الإنسان إذا مثلا مرضى أو حصل له ألم أو شيء من جملة الرقى وليس هي الرقية الواحدة من جملة الرقى أن يبلل طرف أصبعه بريقه ويضعه في التراب ويضعه على موضع الألم أو حول موضع الألم ويقول بتربة أرضنا وريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا لكن يا أختي هدى هناك أذكار كثيرة وأوراد ورقى يعني منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرشد إلى أن من مرض فإنه يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا يعني بسم الله بسم الله بسم الله ثم يقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر يعني عندك صداع في الرأس تضعين يذكي هكذا تقول بسم الله بسم الله بسم الله ثم تقولين أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات وبعض العلماء يعني يذكر بعض العلماء يقول بسم الله ثم يرفع يده هكذا يقول بسم الله بسم الله وهكذا ونفس الشيء أيضا فيما يتعلق بأعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ترجمة نانسي قنقر